يبدو أن التوتر على الجبهة الشمالية لإسرائيل قد بلغ مداه وبات ينذر بحرب وشيكة شاملة لن تقف على الأرجح عند حدود ضرب ميليشيات حزب الله أو البنية التحتية اللبنانية كما هددت إسرائيل مراراً بل قد تتحول هذه الحرب سريعاً إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وإيران هذا ما تؤكده معظم التقديرات والتحليلات الجيوسياسية فالحرب وإن كانت من بين الخيارات غير المفضلة لدى إسرائيل وكذلك بالنسبة إلى جماعة حزب الله ومن خلفها إيران إلا أنها مطروحة بقوة على الطاولة لا سيما في دوائر القرار الإسرائيلية التي تؤكد دوماً استعدادها لكل السيناريوهات بما في ذلك سيناريو الحرب الشاملة من أجل ضمان سيادة إسرائيل وحماية مواطنيها هذا الاستعداد للحرب برز مؤخراً في استنفار الجيش الإسرائيلي وتصديه لتسلل خلية من حزب الله إلى داخل الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان وأيضاً في استهداف مسلحين آخرين كانوا يعملون على زرع عبوات ناسفة في محاذاة السياج الحدودي مع سوريا في مرتفعات الجولان حادثتان وقعتا في أقل من أسبوع تزامناً مع تقاريراً عن أن حزب الله عازم على الرد على مقتل أحد عناصره في دمشق بغارة إسرائيلية قبل أسبوعين لا نسمح بالمساس بأمن سكان إسرائيل وبسيادتها ونحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يجري انطلاقاً من أراضيها التقارير الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل تتواجه إيران وأذرعها على ثلاث جبهات منفصلة فبالإضافة إلى سوريا ولبنان يبدو أن إسرائيل تتحرك بالخفاء داخل إيران نفسها عبر سلسلة من التفجيرات والحرائق الغامضة في مقرات ومؤسسات إيرانية حساسة هذا يمهد حسب البعض لقيام إسرائيل بتوجيه ضربة استباقية لأذرع إيران لا سيم ميليشيات حزب الله في سوريا ولبنان فالمواجهة ضد تغلغ لإيران ومحاولاتها تعزيز تواجدها العسكري في سوريا باتت حتمية وقد تأخرت كثيرا وفق ما يقوله محللون إسرائيليون مواجهة قد يلجأ إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياه أولا لتخفيف الضغط الداخلي عن حكومته التي تواجه احتجاجات شعبية بسبب أدائها وثانيا للاستفادة من الظروف الاقتصادية والمالية الضغطة على إيران ومعها حزب الله أما الأهم من كل ذلك فهو افتضاح أمر إيران بأنها فعلا نمر من ورق وهذا بدأ من خلال عجز النظام التام عن حماية منشآته النووية ومواقعه الحساسة في الداخل الإيراني في وجه الهجمات التي استهدفتها أخيرا هجمات يصعب النظر إليها من دون رؤية البصمات الاستخبارية خلفها شكرا